موسيقى موسيقى اليوم جيت باش نشوف فعلي زاوة بس بنسخة مجددة من الفين وجوج لالفين واثنين وعشرين بيانسوا عنكم فرحانة بزاف اني نشوف واحد فيلم ماركاني بزاف اشكن صغيرة وهذه ممكن هي الوقت المناسبة انه يتعاود الفيلم حيث اطفال الشوارع هو واحد الموضوع اللي مع مرات سالة وماثنين ما نشوفوه كي كبر بزاف وتنتمنى ان الجمعيات اللي مكلفة بهذه الناس انه ملقاوا حلول في اقرب وقت ووصافي هو نقاش مشوفوا هذا الشي ودابا ما نبقيناش نشوفوا اطفال الشوارع ما يبغلون انه نشوفوا تلاجئين انا شفت واحد ديماج في احد المحطة طرقية دير واحد الناس افريقا مجموعين ونعسين في الارض وخافية ذلك المنظر بزاف انا بالنسبة لي انه واد شخصوة قليحة مرات ساة انا بزاف ونجيل الفيلم هو من السيناتور توقعي ديلنا بالعيوش مخرج الزوين ثم نشوف الفيلم ديل عاليزا وأبخي فانطا هذا الفيلم اللي عالج فكرة جير رئة جدا بسرعة أطفال الشوارع ولمعاناة ديالهم فهذه فكرة جريئة وهذا الفيلم انا هدرت عليه بزاية الانتغفيو ديالي كان احترم بزاية هذا الفيلم وكيفاش اختار المخريج انه يكتب هذا السنغيو ويعري على هذا الواقع اللي بزاية الناس ما هدروش عليه ولكن يهدروا عليه بصيغة او باخرى ولكن كانظن ان الفيلم عالجه بطريقة ممتازة السينما المغربية كانظن اننا عندنا الحمد لله بزاية الافلام اللي كي يمتلو المغرب في خارج عرض الوطن ديالنا كي يجبوا بزاية الجوائز انا فرحانة بزاية بهم سيدي فيلم تبارك الله اللي كي يمشوا ويجبوا دي فرى بخي كي اشتو اغز بهذه النتيجة عندي عم فيلم جديد هو ديالبانش مع توش كتاب عشو السينما واللالا ودابا كنصور انا لما يتخرج مع مصطفى الدرقاوي فهذه الأيام هذه مسلسل بغيت حياتك اللي تهو من الإنتاج ديال ديال الاليالبرودوكس رغي دوز ان شاء الله جدي في 22.25 دوز ابيزود ان شاء الله نبقى بقراب من السينما المغربية ومن المسلسلات ديالكم شكرا لكم على الحب ديالكم ومع المساندة ديالكم في كالاوقات شكرا لكم